كان الملك فؤاد الأول ملك مصر يحب أن يصلي الجمعة دائما وراء الشيخ محمد المهدي خطيب مسجد عبدين لأنه كان خطيبا مفوه وصدف في هذه الفترة أن طاه حسين أعاد من فرنسا بعد حصوله على الدكتوراه في اللغة العربية فكرمه ملك مصر بالجامع الأزهر وأراد الخطيب في خطبة الجمعة التي يحضرها الملك أن ينافقه فقال في خطبته يمتدح الملك ما عبس وما تولى لما جاءه الأعمى ويقصد بالأعمى طاه حسين وكان الخطيب يقصد بهذه الجملة أن الملك فؤاد فعل أفضل مما فعل النبي صلى الله عليه وسلم الذي عبس وتولى عندما جاءه ابن أم مكتوم الأعمى وكان من بين الحاضرين لهذه الجمعة الشيخ محمد شاكر وكيل الأزهر فوقف بعد الصلاة وقال للناس أعيد جمعتكم ظهرا فإن الخطيب كفر وأوضح العالم محمد شاكر الذي لا يخشى إلا الله بأن الخطيب سب رسول الله صلى الله عليه وسلم تعريضا لا تصريحا ورفع العالم الجليل رسالة إلى الملك بلغه بهذا الحكم فحرض بعض المنافقين الخطيب ليرفع قضية ضد الشيخ محمد شاكر باعتبار أنه شهر به أمام الناس ووقف الشيخ محمد شاكر أمام القاضي وقال له أنا لا أريد علماء الأزهر ولا علماء اللغة العربية كي يؤيد ما قلته حتى لا يتهم أحد رجال الأزهر بمجاملتي بل أريد مستشرقين يكفرون بالله العظيم ويعرفون اللغة العربية ليقولوا لنا هل ما قاله الخطيب يعتبر تعريضا بالنبي أم لا وبعد سنوات قال الشيخ أحمد شاكر ابن الشيخ محمد شاكر لم يدعي الله للمجرم محمد المهدي جرمه يمر في الدنيا دون جزاء فأقسم بالله لقد رأيته بعيني رأسي بعد بضع سنين ذليلا مهينا خادما على باب مسجد من مساجد القاهرة يتلقى نعال المصلين يحفظها في ذلة وصغار بعد أن كان متعاليا منتفعا معتزا بمن لاذ بهم من العظماء والكبراء حتى لقد خجلت أن يراني وأنا أعرفه وهو يعرفني لا شفقة عليه فما كان موضعا للشفقة ولا شماتة فيه فالرجل النبيل يسمو على الشماتة لكن لما رأيت من عبرة وموعظة وصدق الله تعالى عندما قال وَمَنْ يُهِنِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ مُكْرِمٌ أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يَسْجُدُ لَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس وكثير حق عليه العذاب ومن يُهِنِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ مُكْرِمٌ إِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يَشَاءُ الحاج ياسين رجل تقي أثناء عمله بالتدريس افتتح دارا لتحفيظ القرآن داخل قطعة أرض يملكها على أطراف القرية وبعد سنوات ذا عصيت القرية وأصبحت قرية نموذجية فخطط أحد أثرياء القرية لمشروع تجاري كبير وكانت العقبة الوحيدة هي وجود دار التحفيظ ضمن الأرض التي اشتراها من أصحابها وقد عرض على ياسين ثمنا كبيرا لشراء الدار وهدمها لتنفيذ مشروعه ولكن ياسين لم يوافق على البيع رغم تهديد ووعيد الثري له ظل الثري في حيرة حتى جاء إليه أحد أعوانه وأخبره أن بالمدينة المجاورة رجلا من أبناء القرية اسمه حافظ يقوم بتزوير الأوراق والتوقيعات وأوصاه بالذهاب إليه لتزوير عقد بيع دار التحفيظ له ذهب الثري إلى حافظ فأحسن استقباله واستأذنه ليذهب لغرفة ابنه المريض ليطمئن عليه وسمع الثري زوجة حافظ تقول له اتق الله وكفاك مالا حراما هذا المال أتعسنا ويكاد يهلكنا جميعا غضب حافظ من زوجته ثم خرج ليقابل الثري عندما سمع اسم ياسين تصبب عرقا وقال للثري هذا الرجل كان معلمي بالمدرسة وقام بتحفيظ القرآن وأوصاني بأشياء كثيرة نافعة لم أعمل بها وعملت بعكسها لأصبح ثريا مثلك ولكنني خسرت كل شيء ثم قام بتزوير التوقيع وأخذ مبلغا كبيرا من المال وبعد أيام وصل إلى ياسين دعوى من المحكمة بتسليم دار التحفيظ للثري بعد بيعها له مع إرفاق صورة من العقد وحددت المحكمة موعدا لحضوره والثري إليها وفي اليوم المحدد ذهب ياسين للمحكمة وأقسم أنه لم يبع للثري شيئا وأن هذا التوقيع ليس توقيعه بينما أقسم الثري على صحة التوقيع وفي هذه الأثناء دخل حافظ وقرأ قول الله تعالى وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ ثم قال للقاضي أعترف بأنني من قمت بتزوير توقيع أستاذ الفاضر ياسين وأخذت من هذا الثري ثمن هذا التزوير وإذ لم أكن أفعل هذا لفعله غيري وضاعت دار الرجل الطيب وأنا راض بأي حكم شرط أن تحاكم الثري أيضا بعدما تسألوه كيف ربح أمواله في فترة قصيرة عاد الدار التحفيظ إلى ياسين وتم الحكم على الثري وعلى حافظ الذي أعلن توبته إلى الله والتخلص من كل مال حرام حصل عليه يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير عندما كان فادي في العاشرة من عمره كان كل أصحابه يحبطونه كلما ركب دراجته ليثبت لهم أنه ماهر في القيادة حتى كذا أن يلقي بدراجته خارج البيت أو يقوم بتدميرها وفي لحظة اليأس هذه شاهد جارهم الأستاذ رأفت الذي يحبه كثيرا يخرج من بيته فوق دراجته البخارية فقال له متحديا هل تسابقني بكل جدية؟ ابتسم الأستاذ رأفت بعدما شاهد الحزن على وجه فادي وغمز له بعينه وقال له بحركة طفولية هيا للسباق يا بطل بدأ السباق وتعمد الأستاذ رأفت أن يبطئ ليكون فادي بجانبه وعندما شاهد فرحته التي لا توصف تعمد أن يتأخر ليسبقه فادي وعندما انتهى السباق ضحك الأستاذ رأفت وقال كيف سبقتني أيها البطل؟ يا لك من قائد ماهر ظلت هذه الضحكة وهذه الكلمات في ذهن فادي حتى أصبح شابا وكلما جاءت كلمة جبر الخواطر تذكر الأستاذ رأفت وكيف جبر بخاطره وأعاد له ثقته بنفسه وبعد سنوات وأثناء وجود فادي مع أمه بالمستشفى للكشف الدوري لها شاهد من بعيد الأستاذ رأفت جالسا على كرسي متحرك ببهو المستشفى الفسيح وشاب يدفع الكرسية من خلفه فحزن كثيرا ثم رسم ابتسامة وأسرع إليه وقال له هل تسابقني بمفردك دون مساعدة أحد ابتسم الأستاذ رأفت ابتسامة حزينة وقال له للأسف يا فادي لا أستطيع ابتسم فادي وقال له بل تستطيع فأنت ما زلت شابا وبالفعل وافق الأستاذ رأفت ووقف بجانب فادي وبدأ يقود الكرسية بنفسه ويسرع بينما فادي يبطئ الحركة حتى سبقه الأستاذ رأفت الذي عاش لحظة سعادة حقيقية خاصة عندما ضحك فادي نفس الضحكة التي ضحكها الأستاذ رأفت منذ سنوات وقال له نفس الكلمات التي سمعها منه وجبرت بخاطره كيف سبقتني أيها البطل يا لك من قائد ماهر بعد السباق عرف فادي أن مرض الأستاذ رأفت نفسه وأن أقدامه سليمة تماما ولكن إصابة ابنه الشاب في حادث أثرت عليه كثيرا أخذ فادي الأستاذ رأفت معه في سيارته بعد أن اطمأن على ابنه بالمستشفى ومنذ ذلك اليوم خصص فادي ساعتين يوميا يجلس فيهما الأستاذ رأفت بجانبه وهو يقود سيارته كل يوم بمكان للتخفيف عنه حتى تتحسن حالته النفسية ومع الأيام استطاع الأستاذ رأفت أن يسير على قدميه كما كان وكم كانت سعادته عندما تحسنت أيضا صحة ابنه الذي شكر فادي على كل ما قام به معه ومع والده فقال له فادي أنا أرد جميل والدك الذي أسعدني وجبر بخاطري فقد تعلمت منه أن من سار بين الناس جابرا للخواطر أدركه الله في جوف المخاطر ما عندكم ينفد وما عند الله باق ولنجزين الذين صبروا أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون أنا أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون